مكملين فرح بفقرات صباحنا غير لليوم كسنا نعرف أنه نحن دائماً عنا فقرات من جاوب من خلال على استفسارات كتير وأسئلة بتتوجهها إلى صباحنا غير هلأ كتير الشغل الشغل هو المسابقة المركزية فيه أسئلة كتير عم بتصير فيه رسائلة كتير وأمانات حملونا ياها العالم رشا أنه نحن نوضح شوي من هي الأسئلة قد ما كانت بسيطة فهي استفسارات عم تكون مصيرية اليوم المسابقة المركزية كونه هي بتشمل جميع المحافظات السورية اليوم كل الاستفسارات التي وردتنا رح نحاول أن نجاوب عليها من خلال ضيفنا على الأستاذ أحمد ملحان عضو لجنة الإشراف بالمسابقة المركزية صباح الخير صباح نور أهلا وسهلا بحضرتك وسعيد صباحك أستاذ رمضان كريم سأل الله وقاتك أستاذ مثل ما قلنا أسئلة كتيرة قد ما كانت بسيطة نحن بدنا نجاوب لأنه هاي أمانات طبعاً نحملنا ياها الناس أول سؤال عم نحكي نحنا كيف يتم وهل يمكن رفض طلب المتقدم للمسابقة المركزية ليش عم يتم رفضهم وشو هو الإجراء الذي يمكن أن يقوم به لتقدم وتم رفضه بالنسبة للموضوع الرفض هناك لجان لجان استلام الطلبات استلمة الطلبات المفروض يكون الطلب مستكمل الوثائق هناك لجنة تنظيمية فرعية ستدقق بالأوراق المطلوبة للمسابقة اختبار ثم يأتي دور الجهاز المركزي للرقابة المالية بالقرار النظم للمسابقة تم مراعاة هذه الحالة الآن سيصدر أسماء المقبلين للاشتراك في المسابقة خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله من لم يصدر اسمه في أسماء المقبلين لحق له الاعتراض إلى المحافظة ليتقدم بها طبعا لا يرفض الطلب إلا إذا وجود فيه مخالفة إما موضوع الشهادة أو عدم توافق الشهادة مع مركز العمل أو نقص وثيقة وحدد القرار النظم المسابقة مدة الاعتراض خلال خمسة أيام على أن يبت في طلبه خلال ثالث أيام إذن من يرفض طلبه له الحق بالاعتراض أستاذ زوأتل بيكون في صدور لأسماء المقبلين اليوم هل المتقدم قادر يغير المحافظة بعد ما بلشت المسابقة؟ لا لا يجوز تغيير المحافظة على اعتبار أن مراكز العمل وزعت حسب الجهات العامة وحسب المحافظة فمن تقدم إلى محافظة فسيتنافس مع زملائه من تقدم إلى هذا المحافظة ضمن هذه المحافظة لا يجوز تغيير مركز العمل سؤال أستاذ اليوم تصريح القرابة يمكن صار كثير أسئلة حول هذا الموضوع في حال كان هناك قريب متقدم للمسابقة ضمن الجهة التي تقدم لها ما هو الإجراء من المتوقع أن يقوموا فيه؟ بالنسبة للموضوع القار 5 النظم للقرابة طبعا أثناء تقديم مسابقة تقدم بالتصريح هذا العامل تقدم بالتصريح أنه لا يوجد قرابة مع مركز العمل الذي تقدم إليه حتى الدرجة الثانية ولكن ماذا سيحدث مستقبلا؟ ربما اليوم لا يوجد مركز إداري قدمتها لا يوجد فيه قرابة قد يأتي قرابة بعد التعيين القار 5 نظم موضوع القرابة عالج الحالات مستقبلا يعني بتقدم للمسابقة بشكل روتيني أما حاليا هناك تقدم بتصريح عدم موجود على اعتبار أنه أنا تقدم ثلاث مراكز عمل وأي شخص يعرف بهذه المراكز هل له قرابة حتى الدرجة الثانية أستاذ الأشخاص الموظفين بالدولة سواء بعقود مؤقتة أو سنوية أو تحت أي اسم إن كان العقد اليوم إذا حبوا أن يتقدموا للمسابقة المركزية حيكون في أولوية لهذه الأشخاص أو حسب نتائج الانتحان اليوم لا نتكلم إذا حبوا المسابقة انتهت تقديم الطلبات يلي سجل سمحة للموظفين سواء الدائمين أو المتعاقدين بالتقدم إلى المسابقة في شريطة حصولهم ما فقط الجهة التي يعملون به النص كان واضح وكثير من 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 هم عامين في الدولة تقدموا لهذه المسابقة حيكون في أولوية إيرون بموضوع التثبيت؟ لا يوجد أي أولويات لا لموظف ولا لغيره ولكن هناك درجات تفضيلية إن كان يستحقها ممكن يستفيد من درجات تفضيلية أستاذ اليوم كثير من الأسئلة التي تنجحها هو الموضوع تعديل الشهادة بعض الأشخاص المتقدمين على الشهادة الثانوية بيقدروا مثلا بعد التعيين وفي حال استكملوا دراستهم الجامعية أنه في حال أتموا دراستهم الجامعية بيتمهم تعديل الشهادة بشكل روتيني أو في إجراءات معينة أولا موضوع تعديل الوظيفة أو الحصول على المؤهل علمي تنظمه المعدة 13 من القانون السامن في الدولة أي عامل دائم يحصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المعين على أساسه يجوز له تعديل الوضع ولكن هذا التعديل ضمن شروط أن تكون الشهادة مقبولة في ملاك الجهة العامة وأن يكون هناك شاغر إذا المتاح لأي شخص يحصل على مؤهل علمي أعلى يعد الوضع مستقبلا ضمن الشرطين أن تكون الشهادة الحاصلة عليها مقبول في ملاك الجهة العامة ووجود شاغر هذه الشروط العساكر الأشخاص الذين كانوا لديهم مرحلة كبيرة من عمرهم في الخدمة العسكرية وذوي الشهداء هل سيكون لهم شيء خاص أو شيء أولوي أو شيء خاص بي فيهم أو لا؟ القرار النظم المسابقة أعطى علامات تفضيلية بالنسبة للعسكريين في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أعطي علامة عن كل سنة خدمة لما لا يتجاوز عشر علامات وتعد كسور السنة سنة كاملة وكذلك الشهداء لهم علامات تفضيلية لذوي الشهداء أصلي لهم علامات تفضيلية حسب درجة القرابة الشهيد أميز القرار بين ذوي الشهيد الأب أو الأم أو الإبن وبين الأخوة عشرة للأب أو الإبن أو البنت أو وست درجات للأخوة الأشقاء أستاذ في حال تم قبول الشخص المتقدم للمسابقة ما هي المدة الزمنية التي يجب أن يمضيها بسنوات الخدمة نحن مثل ما تقول خدمة العمل أحتى يقدر أن يغير أو ينقل مكان عمله من مركز إلى مركز آخر؟ موضوع النقل بالقرار 81 تم تحديد أن يقدم ثلاث سنوات في نفس الجهة العامة في نفس مركز العمل المعين به أعكد القرار النظام سابقا كان 62-65 سنوات الآن 4-3 سنوات أستاذ بس خلينا نوضح نقطة المسابقة المركزية اليوم الهدف منها هو التثبيت أو شي هي عقود دائمة؟ دائما يأتي هذا السؤال ونجاوب عليه ونرجع يبعثوننا هل هي الغاية مننا التثبيت؟ فورا يروح الشخص الناجح للتثبيت؟ هل الأصل في التعيين؟ هل الأصل في التعيين هو التعيين الدائم؟ نعم يعني الأصل في التعيين في جميع دول العالم هو التعيين الدائم أما التعاقد هو الاحتياجات إذن هذه المسابقة شملة نوعين تعيين دائم وتعيين استخدام مواقت جهة عامة ليست دي ملاك ولكن هي بحاجة عمالة فاستخدام مواقت إذن هي أما لا يمكن أن أقول أن المؤقت سيثبت المؤقتة تشترك بمركز عمل دائم منجح أصبح مثبت أي ليس هو قانون تثبيت هو قرار مسابقة وليس تثبيت يعني شوف أستاذ السؤال كيف جاي هل فكرة التثبيت بغير مسابقة غير واردة وحصرا أصبح التثبيت بالمسابقة موضوع التثبيت بعد صدور القانون الخمسين لم يبقى لدينا اسم تثبيت الوكيل لم يثبت ولكن صدرت خلال الفترة السابقة تشريعات خاصة بالتثبيت القانون 8 لعام 2001 والمرسومة تشريع 62 لعام 2011 وبعض المراسلين طلعت بالتثبيت إذن هذه المسابقة ليست بمفهوم مسابقة التثبيت هي مسابقة تعيين حول موضوع التعيين استاذ وحتى المسابقة في أسئلة لو كانت بالنسبة لحضرتك بسيطة فهي تكررت معنا أول شيء قصص اختيار المقبولين هل الجميع مقبول لتقدم للمسابقة هل هناك أسماء مقبولين وأسماء مرفوضين شو دور الجهاز المركزي في تطقيق طلبات المتقدمين ومطابقة بطاقة الوصف الوظيفي للمتقدم هل المسابقة لها شروط شروطها أوراق سبوتية ومراكز عمل فالجهاز سيدقق باستكمال أوراق السبوتية المطلوبة المحددة بالإعلان إضافة إلى توافق المؤهل العلمي أو المهني مع مركز العمل لماذا؟ ربما هذه المرة الأولى التي ندقق بالمسابقات قبل إصدار النتائج الغاية العدد كبير عدد بحدود 200-9 ألاف متقدم عدد كبير فعلا إذن أنا والغاية أنه حتى لا يدخل المسابقة ولديه إشكالات يعني بعد ما يتعين أقول له أنت في عندك نأصراء فبالبداية سيقوم الجهاز ونحن البارحة أصدرنا كرئاس الجهاز تعميم إلى جميع فروع الجهاز في المحافظات لتجهيز أنفسهم لتدقيق في الأوراق السبتية عندما تحال من أستاذ المحافظين حتى نلتزم بالموعيد يعني موضوع القارة 82 حدد موعيد يعني هذا المسابقة لها مثل ما يقول له رونق جديد ومريح أنه هناك موعيد تم الالتزام بها موعيد تقديم الطلبات حددت والالتزام بها بشكل تام موعيد تدقيق طلبات مليجان استلام الطلبات حددت حتى منذ يوميا عقد اجتماع برئاسة سيدة وزيرة التنمية الرئيسة اللجنة وتم الاتفاق المبدئي على موعيد الامتحان التحريري المؤتمة وموعيد إصدار القارات ما في شفاهي ما؟ نعم امتحان شفاهي ما فيه؟ ما في شفاهي امتحان تحريري مؤتمة في موعد تحديد موعد قريب إليه أو بعد ما تم أوطاع تاريخ؟ تقريباً الاتفاق حسب الموعيد الوارد في النهاية الشهر الخامس قبل نهاية الخامس كمان احنا هناك إجراءات لا بد من التنسيق مع الجامعات أمام هذه الأعداد مع الجامعات على اعتبار القرار طلب من الجامعات تجهيز عندي قاعات عندي مراقبين اتنين بدنا كمان ننسيق بحيث ما تتلازم مع وقت الامتحان الجامعية أتوقع بنهاية الخامس طب أستاذ اليوم كل المتقدمين من جميع المحافظات كل حدا هيقدم ضمن محافظته نعم ما في أنه كنا نشوف أنه في بعض المسابقات كانوا يجوا عشام ليقدموا الامتحان ضمن المحافظات الجميع الامتحان ستتم في المحافظات حتى المحافظات اللي ليس لديها جامعات لديها فروع جامعات سيتم مثل القنيطرة سيتم الفحص بفرع جامعة القنيطرة فرع جامعة درحة إذن حتى لا يتكبد أي أعباء في حال كان في نقص كمان أستاذ بي الأوراق للمتقدمين للمسابقة بيقدروا يستكملوا فيما بعد أو بيتم التواصل معهم أو لا ضمن مخالفة الشروط وترفض الطلب هناك نوعين من النقص نقص في ثبوتية وضع ثبوتية ولكن ومخالفة يجب أن نميز النقص يعني التوجيه لللجان الفرعية لأستاذ المدراء رؤساء اللجان الفرعية بتسهيل الإجراءات لعبد الحدود يعني من باله قمنا بزيارة أنا والسيد معاون الوزير إلى دمشق وريف دمشق للاطلاع على مجريات العمل فتم التوجيه لجميع اللجان بالتواصل مع مقدم الطلب لاستكمال أي وثيقة ربما تكون هي وثيقة بسيطة أما إذا أنا موضوع مخالفة لا أتوقع التواصل سيتم أستاذ كان في لكم تصريحات سابعة أنه قلت بهيئة المصابقة حضرتك قلت اليوم هي رونق جديد وهي كذية جديدة كونه نحن دائماً الشغل الشغل هو الإصلاح الإداري نعم أنت له ما في واسطات وما في محسوبيات نعم اليوم كتير رح نشهد اليوم أنه حلائي الشخص المناسب بي المكان المناسب نحن نتكلم الواقع نتكلم الواقع الواقع أولاً إجراءات جديدة من خلال امتحان مؤتمة تتساوى فيه جميع الفئات لدي خمس فئات ستكون الأسئلة على مستوى على مستوى كل فئة أما الآن حتى العامل في الدولة سيخضع لفترة التمرين تمام يعني أنا ربما هذه المعايير تختار الأفضل ولكن التجربة العملية هي الأكثر دقة في تقييم العامل نعم فيتم تقييم من خلال التمرين وأكيد الجهات العامة ستقوم بتدريب هؤلاء العاملين حسب مراكز العمل التي سيعينون بها نعم أستاذ نحن نشكر وجودك معنا لليوم نتمنى أكيد التوفيق لكل ناس اللي تقدموا للمسابقة وفعلاً تكون نتائج هي مرضية للجميع شكراً 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 أستاذ لحضورك معنا ونتمنى هيك تكون نتائج إيجابية ومرضية ويكون عندكم وجهة نظر بالأشخاص النرجحين بس ولكن تحت مسمى الفائد اليوم هدول الأشخاص كمان بحاجة للنظر بوضعها شكراً شكراً شكرا